امسية طيبة للجميع وهلين بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من مستوى الأول عن هبوب رياح قوية وكذلك أمطار على شكل زخات ستخص أمسية اليوم تقريبا جل السواحي الوسطى وكذلك الغربية الأمطار ستلتحق خلال يوم الغد إن شاء الله على الوجهة السحلية الشرقية إذن أمطار خلال هذه الليلة تكون غازيرة أما خلال يوم الغد تحسن في حال تقص على الوجهة الغربية دائما هبوب رياح قوية على السواحل الأمطار على فترات على شكل زخات ستخص المناطق الوسطى والشرقية أجواء مستقرة على الجنوب خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد سبع درجات فقط على الصيف وكذلك البيض مقايز ما بين 14 الغد 16 درجة الوجهة السحلية ننتظر 18 درجة على الصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرقس وفي ارتفاع على السواحل والمناطق الداخلية الغربية مع 26 درجة على ولاية تلمسان 24 درجة على وهران 24 درجة على العاصمة 15 درجة فقط على الجلفة وكذلك البيض 20 درجة على ولاية بشار 26 درجة على التامن راست تفوق 30 درجة من تندوف نحو أدرار إن صالح إلى غاية أقصى الجنوب لتقارب لـ 30 درجة البحر خلال يوم الغد دائما يبقى كثير الاضطراب على السواحل الغربية حتى رياح قوية تصل غاية 70 كم في الساعة بحر مضطرب على كل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية رحمة تدل شرقا لكن ستشتد على السواحل الوسطى تصل غاية 50 كم في الساعة والبقية تكون إن شاء الله استقرار في حالة تقص خلال يوم الثلاثة على الشمال وحتى على الجنوب رغم ذلك درجات الحارة سترتفع ستفوق المعدل الشهري خاصة على الواجهة الساحلية أما خلال يوم الأربعة استقرار في حالة تقص لكن عودة السحب خلال الأمسية ستخص الواجهة الغربية والوسطى أما خلال يوم الأربعة إن شاء الله أمطار بشكل زخات تكون معتبرة خاصة على السواحل الغربي والوسطى أمطار على فترات على الواجهة الشرقية وكذلك المرتفعات حتى على شمال السحرى درجات الحارة في تراجع المناطق الوسطى والغربية لكن تبقى دائما مرتفعة على المناطق الشرقية وقت غروب الشمس اليوم الغد على مصول عاصمة سيكون بحول الله في تمام الخامسة وثنين وثلاثين دقيقة أشكركم على المتابعة ومسي طيبة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر